مع حلول القرن العشرين أصبح البحث العلمي منظماً وممنهجاً بشكل متزايد مع إدراك الشركات الكبرى أنه الافتثمار المستمر فيما يعرف بالبحث والتطوير بشكل أو يشكل ركناً أساسياً للنجاح ضمن استراتيجية الأعمال التنافسية أشارت بيانات اليونسكو اللي جمعت عبر استطلاعات إقليمية أنه أمريكا تصدرت بالإنفاق على البحث العلمي على مستوى العالم تليها الصين ثم اليابان على المستوى العربي تصدرت المملكة العربية السعودية لإنفاق بمجالات البحث العلمي تليها مصر ثم الإمارات واحتلت المغرب المركز الرابع من ناحية أخرى حازت تعشرة بلدان على ثمانين بالمئة من حجم الإنفاق العلمي على البحث والتطوير واللي بيوقف عند مستوى قياسي الآن يقدر بي تريليون وسبعمائة مليار دولار أظهرت البيانات أيضاً أن الولايات المتحدة بتوظف حوالي أربعة آلاف وثلاثمائة باحث لكل مليون نسمة مقابل ألف ومئة باحث بالصين رغم تعداد سكان الضخم وهو ما بيأكد هيمنة أمريكا على سوق البحث والتطوير لأنها بتمثل وحدة 27% من إجمال الإنفاق العالمي وهو بفوق بكتير المئة مئة دولة الأخيرة في القائمة مجتمع